اشتركوا في القناة للانقاذ والسلامة المائية وما تطلع به من خطط وبرامج تهدف إلى تعزيز السلامة أثناء ممارسة الرياضة المائية في برك السباحة والشواطئ كما شهد اللقاء مناقشة الخطط التطويرية المشتركة لتطوير السواحل بمدن البحرين الإسكانية ذات الطبيعة الساحلية من جانبها نوهت سمو الشيخة نيلة بنت حمد بن إبراهيم آل خليفة بأهمية التواصل والتعاون بين المؤسسة والوزارات والهيئات الحكومية مشيدة بجهود وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين وحرصها في الوقت ذاته على الاهتمام بالشراكة المجتمعية والمبادرات التي تخدم مصالح المواطنين